إذن مشاهدينا هذه هي العنوين للساعة الثانية من برنامجنا. أكيد بنرجع منذكركم بهاشتاج يوم جديد تواصلوا معنا من خلاله. تابعونا أيضا على صفحاتنا على فيسبوك وتويتر ولكل الأشخاص يلي مش موجودين بالبيت. بتفتحوا اليوتيوب. بتشوفونا عبر البث المباشر. يوتيوب والأبليكيشن والوеб سايت. خلونا نشوف بقى إزاي تبقى الرياضة في حياتنا في كل دقيقة وفي كل ثانية. وتبقى يعني مندمجة مع كل أنشطتنا اللي بنعملها. بنقضي أيامنا مشاهدينا وحياتنا بين ساعات العمل الطويلة وزحمة السير الخانقة. وبنتحجج بأنه لا يوجد لدينا وقت لممارسة الرياضة. هنا بيبدأ الصراع بين جانبين داخل كل منا. المهني والبدني الرياضي. ولكن بالنسبة لضيفنا الآن يمكننا أن نستغل كل لحظة من يومنا حتى في العمل بشكل ينعكس إيجابيا على الصحة. من خلال القيام بخطوات قليلة كي نملأ حسابنا في البنك الصحي. ونستعين بهذا الحساب عندما نحتاج للصحة. دعا لحد تعبيره. كميل عطي الشاب لبناني دمج الشغف في مجالي ريادة الأعمال واللياقة البدنية. والنتيجة كانت مفاهيم خاصة تحفز كل مننا أو كل من اتبعها على حياة الصحية. بخطوات بسيطة فهو يعتبر أنه بإمكاننا أن ندمج الرياضة مع أعمالنا اليومية بين المكتب والمول وحتى وقت الانتظار في المطار أو البنك. نتعرف أكثر على هذه النظرية وهذا الموضوع مع ضيفنا من بيروت رائد الأعمال كميل عطية. هو مستشار صحي ومؤسس كمان برو ماكس في لبنان وخبير في ديناميكية فرق موظفي الشركات. كلام كبير. عايزين نفهم صباح الخير كميل. أهلا بيك. صباح الخير. صباح نور كارلوس ولا شكرا لها المؤدمة. خلونا شي نحكيه. شكرا جزيلا. بدنا نجرب نستغل وقت الفقرة كميل. يمكن نتكلم عن كل المواضيع. أولا حضرتك من لما أطلقت المبادرة وعملت يمكن الدراسة على 1600 موظف. أطلعت بالعديد من وسائل الإعلام بالكوستيوم نفسه اللي لابسه أنت اليوم. وهو مثل ما أنت بتقول في عنا صراع بين الأنا المهني والأنا الرياضي. يمكن فيه أشخاص فهموا شوي غلط هالموضوع. فكارلوك طالع عم تعمل عرض أزياء وعم تعمل موضة جديدة. فخبرنا بالبداية عن هالموضوع وعن الكوستيوم وشو بمثل؟ أكيد كارلوس هي بالبداية بلش الموضوع بالدراسات بحملة الدراسات. يعني بلش جواتي أول شيء من خلال شغفة وحبة للرياضة وحماسة لحتى خلي الناس أو سعدها تعمل رياضة. ونفتح لها فصحة أمل لحتى ترجع تشوف أنه الرياضة هي موجودة وفيها تظل موجودة بحياتنا اليومية. فمشين هيك بلشت أول شيء بدراسات عملتها من خلال تربية بدنية ورياضة يلي درستها بالجامعة أربع سنين. بعدين عملت أول ماجستير أو M.B.A. بإدارة الأعمال الرياضية. بعدين كمان اشتغلت على M.B.A. تاني مع ليل دو مع فرنسا. كمان بإدارة الأعمال الرياضية. وآخر أطروحها اشتغلت عليها هي الرياضة عند موظفين الشركات والبروفيشنال. لحتى نرجع نرد الأكتف لايفسطيل والحركة والصحة وإحساسنا بحالنا الحلو مع غيرنا كمان إحساسنا مع غيرنا الحلو على حياتنا اليومية المهنية. وهيك واحد بيبلش يعيش حياته يعني كل يوم ما مننطر إنه بس وقت بدنا وقت نكون بالنادم يكون عم نعيش حياتنا أو وقت نظهر ونتسلم مع أصحابنا من كون عم نعيش حياتنا. أنا بالنسبة لي إلي إنه واحد يكون مبسوط يكون مبسوط كل يوم يعني بيشغله بحياته ويهندس حياته يكون مهندس حياته. لحتى يكون مبسوط ومرتاح كل يوم بالرياضة وبغير الرياضة. آه ما هو إزاي بقى كميل يعني أنت مشروعك برو ماكس اللي أنت اشتغلت عليه بقى لك ربما من 2006 أو 2007 احكي لنا بقى بالظبط إيه يعني هو عبارة عن إيه أنا المشروع ده إيه وإزاي يهدمج الرياضة مع روتين اليومي. أكيد هلأ برو ماكس شركي أسستها بالالفين وستي من وقت لما قررت أعمل من شغفي شغلي وبطل أشتغل ولا نهار. وهلأ صارت بتشمل أكتر من النشاط لحتى نقدر نشمل أو نساعد كل شرائح المجتمع من كل الأعمار ومن كل الفئات ومن كافة أنحاء العالم كمان لأنه عم ينضم لإلنا من كافة أنحاء العالم ميات الأشخاص والعيال والناس من كل الأعمار لحتى ينضموا لنشاطاتنا الصحية لموجهة. أول شي النشاطات هي العبارة عن الفتنس كنسلتينج والهلث كوتشينج والبرسونال ترينينج يلي نحنا عنا مثل استوديو من ندرب في الأشخاص ومندربها مش بس بجسمها مندرب العقل كمان لأنه نحنا بس نعمل شيب للعقل أو للأفكار بنرجع نعمل شيب من خلالها لجسمنا. وهي شي مش جديد يعني هو أصلا موجود من أيام جدودنا بمثل العقل السليم بالجسم السليم. أثنين عنا النشاطات الموجهة بالهوى الطلق يلي هي من خلال المشي بالطبيعة كان بالشتي بالصيف بالخريف وبالربيع وبكل فصول لأنه التوازن هو بيجي من كل فصول وصحتنا بتجي بكل فصول وبس نطلع ونعمل كونكشن مع الطبيعة ونتواصل مع الطبيعة ومع الأرض بكل فصول ترجع صحتنا وبيرجع التوازن جواتنا. حلو. ثلاثة الحملات الصحية يلي نحن عملينا مثل حملة درجة يلي هي مثل ستكر صغير عم تلزق حد كبسة الأسانسور وأطلقناه مع كذا شركة لحتى نرجع نجمع صحة ببنك الصحة ونرجع نستثمر بصحتنا حتى بس نعوز صحة نقدر نسحب لأنه صحتنا هي رسمالنا. بس كميلة نفسر شويل الناس أنه درجة يعني أطلع على الدرج أو على السلالم أو على السلم يعني ما نستعمل الأسانسور نطلع على السلم. نفسي. هي بديل للوقوف وتصديق فكرة أنه نحن ما في عنا وقت نعم رياضة ونرجع نصدق أنه نحن فينا نعمل حركة بحياتنا اليومية كان العادية أو المهنية. نعم. أتنين عنا حملة تانية اسمها حملة مشية يلي هي كمان تشبه درجة ومكملة لدرجة. والهدف منها كمان أنه نرجع نحرك جسمنا ونمشي يعني أنا عطول منلاقي مثلا في عجقة قدام الفالي لحتى كل الناس تروح على نقطة وحدة. بالوقت لنحن في محلات بيكون كتير على بعد مئة متر ويلي هي أنا عطول بلاقيها يعني. وعطول بس نبلش نفتش يعني نحن ويستارت أتراكتنج أو نبلش نجذب الحلول ونبلش نروح ونفكر باتجاه الحلول. فوقت أنا بلش فكر أنه أنا بدي أمشي لنقول مئة متر ويلي هي مش كتيري. بلش لقي باركينج مثلا قبل بمئة متر مش بزيت النقطة يلي هي كل النقطة يلي هي النقطة يلي هي النقطة بيجمع علي كل الناس عادة بس يصروا محل بدوا ينسهروا أو شي غدا معوّدين علينا نحن الاثنين. نعم كمين لما ندخل على صفحة برو ماكس أو على صفحتك الشخصية أو إذا قلنا برو ماكس اليوم مثل ما كنت عم تحكي وشفناها قبل شوي نحن على الشاشة صور حلوين كتير يعني بتعطينا هيك يمكن جرعة حلوة من الطبيعة وخاصة طبيعة لبنان الحلوة وأيضا وقتا نفوت على صفحتك الشخصية منشوف يعني كيف اليوم أنت بتقدر تستغل وقتك بأي مكان لا تمارس الرياضة إن كان بالمول أو بالبانك أو بالسوبر ماركت. فخبرنا اليوم كيف ممكن نقوم بحركات رياضية نحن وعم نكون بأماكن مش مخصصة صحية بالأساس للرياضة. أكيد كارلوس يعني نحن عادة مبرمجين رأسنا إنه نشوف الحركة بالنادي لأنه نحن مصدقين أو عنا السلف بليف بقول إنه هو موجود بالدمبل يلي هي بحملها وكيف بحملها. وفيه بروغرام لإله ومبرمجة كمان على البول أب بار ومبرمجين كل رأسنا لنشوف الحركات بالنادي لأنه شايفين إنه النادي هو خلق للحركات فقط. بس وقت نحن من نرجع من برمج رأسنا لحتى نشوف بالأوتيل شو هي مجموعة الحركات الفينا نعملها بالشوبر ماركت بالمول وينما كنا. منرجع منكون كونكتد أو عم نتواصل مع ذاتنا بشكل عالي وعم نرجع نخلي رأسنا يتبرمج على مجموعة حركات مختلفة وكرياتيف جديدة. وبعدين بتصير يعني أول شيء يمكن فيه ناس تشوفها ويرد إنه شو هيدي إنه نحنا مش هي هيك لأنه نحنا مش عاملين دفينيشن هيك. بس ما هي كل حدا عطول بده يبلش من محل لحتى يرجع يشوفها عادية. يعني كل شيء ويرد أنا بالنسبة لإله الدفينيشن تبعه أو التعريف تبعه هو الشيء اللي نحنا بعد ما تعودنا عليه ليصير عادي بس يصير عادي بيبطل ويرد. نعم. فبالسوبرماركت أنا في بديل مثلا مكرج العربية الصغيرة في أحملها. بالمطار مثلا بدل ما أنزل على الدراج الكهرباء أنا بدرجها يعني عندنا حملة اسمها درجة. أنا بنزل على الدراجة. أنا بطلع على الدراجة. قل لي لما في ناس أنت يعني في 1600 واحد أنت عملت عليهم الدراسة ديت أو فعلا خضعوا أو ناس كتير أكيد عملت المبادرة بتاعتك أو اللي أنت بتقول عليه حولوا حياتهم من روتين عادي إلى رياضة في كل حاجة كل تفصيلة. لاحظت إيه؟ يعني لاحظت إيه عليهم بعد كده؟ إيه الملاحظ؟ سريعا لو سمعك. أكيد يعني في عندي الدراسة اللي عملتها هي عبارة عن مجموعتين أسئلة. أول عشرين سؤال هن الإيباك، الانترناشنال الفيزيكي الكيستيونير يلي هو فينا نقارن فيه مع كل بلدين العالم مع أوروبا وأمريكا ونشوف شو الفروقات. والمجموعة الثانية من الأسئلة هي الأسئلة اللي بتسئلها كل لبناني. عملت فوكوس جروبس وطلعت منها مجموعة أسئلة بتعني كل شخص لبناني يعيش في لبنان. يعني مثلا بيقولوا لك اللبنانية أنه نحنا مثلا ما عنا وقتنا مرياضة. هي فعليا أنا فتشت على معنات كل كلمة بالعمق بالمايكرو. يعني شو يعني ما عنا وقت. ما عنا وقت يعني ما عم حطها على سكاتجول طبعي. يعني منا دون أولوياتي لأنه الفاليو أهميتها بالخلفية عندي. نعم كميل أنا قصدي إنه اللي تغير في حياتهم بعد ما خلاص. خلاص يعني هم قاموا باللي أنت قلت عليه دوت. اللي أنت لحظت تغير فيهم. آه سريعا معلش. آه أكيد هلأ في رح قللي شغلي هلأ عمليا في كتير ناس كليوم أنا بيصلي ميسجز على واتساب. كيف الناس بلشت تحرك يعني أنا عادة على السوشال ميديا عندي كارلوس شايفة على انستغرام. كيف أنا بس كوم بالمول كيف بعم رياضة أوقات بالكياس بالعربية بكل شيء. والناس كمان بلشت تعمل بحياتة اليومية لهالبروغرام. وبس الناس تتبلش بتبلش تخلق لك أوقات أفكار جديدة أنت مش مفكرة فيها. وبس يصير المجتمع كله يخلق أفكار. بيصير عنا مجموعة أفكار. وبيصير عنا برنامج مثل ما عنا برنامج للنادي. وبيصير في عليا دراسات. بس بده حدا يقوم بالمبادرة حتى يبلش فيه. وهكي يصير عنا برنامج نادي وبرنامج حياة. نعم. أنا مبارح بصراحة تقالك إيها لما كنت داخل على البيت. قلت لأ بعد نحاكي مع كميل ومخبرني كميل عن هالأمور. فبدل ما أخذ الأسنصير طلعت على الدرج. شكرا لأيك كميل خلص وقتنا. ولكن متشكرك على كل هذه المعلومات اللي عطيتنا إياها. وإن شاء الله أكيد الناس ستظل بحركة مستمرة. شكرا لأيك المستشار الصحي وخبير. شكرا. ومؤسس كرومكس وخبير ديناميكي فرق ووضفي الشركات كميل عطية.